سائل الكريم لمن يسأل يقول عندنا بنت أتتها حيضتها وبلغت والحمد لله رب العالمين لكنها مرت عليها سنوات وما كانت تخبر أهلها وكانت تأكل وتشرب الشهر كل في رمضان فماذا عليها نقول عليها أولا أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى والتوبة تجب ما قبلها وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وما دم أنها علمت بفريضة الصيام وكانت تخفي عن أهلها ذلك وتراهم يصمون ويتفتر فنقول عليها أن تقضي كل ما مضى كل ما مضى عليها أن تقضيه وأن تطعم فلو مر عليها ثلاثة رمضانات فعليها قضاء ثلاثة أشهر وإطعام تسعين مسكينا أو أن تطعم نصف صاعا كل يوم لتسعين مسكين أو لمسكين واحد أو لعشرة مسكين لأن الزوج يقول وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين في روا فدية طعام مساكين فدلنا تعطي الواحد وتعطي للأكثر صلى الله عليه وسلم ولذلك أنا أريد هنا نواء أن أقول لابد أيها الكرام الفضلان منذ أن يبلغ أبناؤنا وبناتنا أن يكونوا صادقين وأن يكوننا صادقات ويخبرنا للأهل وأن يقومنا بأداء الفرائض وأن يقومنا بأداء الفرائض اللهم مرحبا بأخي وعامي وجمع أفتل السيم والعطاعتك أحفظ واليدة ورزقني برأي رب العلم تمتحن وسطيا في ظهيرة الأربعاء لثلاثمين رمضان لعامي خمسة واربعين وربع تلاف نجحة العدنان عليه الصلاة والسلام